السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو فضلا وليس امرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد المرحب بكل المشتركين جديد اللي زادوا اشتركوا معنا في القناة واللي دخلوا على جال موضوع همهم واللي هو موضوع من حتى البطالة تساؤلات كثيرة وعديدة حول هل سيتم فعلا تغيير شرط طالب العمل لأول مرة هل فعلا تم تغييره او هل سيلغى هذا الشرط ام لا الكثير من التعليقات او كثير من الاسئلة تراودنا في قناتنا وبزاف بزاف يقولونا ما قعدش تجاوبينا كي اللي يقول لك ما عندك حتى جديد ما قعدش تحكينا احنا في قطة طالب العمل لأول مرة اول حاجة نقول الكامل المشتركين اللي يدخلوا جديد قولكم مرحبا بكم في القناة والجلس باق تعجبكم القناة وتستفدوا منها واي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وراح نجاوب الجميع بإذن الله نروحو كما مكتوف في العنوان تاعد فيديو تغيير شرط طالب العمل لأول مرة وصلني وحدة التعليق البارح وحبيت نحكي عليه بزاف كنت البارح درت فيديو على الفئة الجديدة اللي صرح عليها رئيس الجمهورية اللي هي فئة اليتاما والأرامل اللي كامل على البالكم باللي راح نزادوهم في شرط الاستفادة منحة البيطالة هذه الفئة من قبل كانت ما تقدرش استفادة من المنحة واليوم ارى عندها الحق تستفادة من المنحة دعونك الفيديو اللي كنت درته البارح كنت وضحت كين بزاف قال لك كيف هنسجلو في المنصة الرقمية دعونك فهمتهم كيف هيدخلو في المنصة الرقمية كين وحد السؤال سألته وحد الأخت قالت لي باللي راني دخلت وسجلت في المنصة الرقمية منحة البيطالة وخرجت لي مرفوضة علما وأنه قد تم تغيير شرط طالب العمل لأول مرة وجدت وشتتدي المنحات الأبتحة دونك هنا حبيتنا نوضح في هذا السؤال مهم بزاف هنا لكان بزاف حاطين باللي راهم غيروا شرط طالب العمل لأول مرة شكون اللي قال لكم عليها شفتوها في تيدي فيزون صرح عليها رئيس الجمهورية عبد المجد تبون صرح عليها وزير العمل وتشغيل يوسف شرفة صرح بها مدير العمل للوكالة الوطنية لتشغيل وقالوا لحد الساعة ما عندنا حتى جديد ما كان حتى خبر رسمي خبر موتوق من مصدر موتوق بيان رسمي ولا قرار ولا مرسوم تنفيذي جديد يوضح باللي هتم تغيير شرط طالب العمل لأول مرة دونك الأخت الكريمة اللي قالت كي دخلت وتم رفض الطالب تاعي هنا حاجة بينه يرفضوا الطالب تاعك علىه دونك انتيا هكي استفدتي من قبل كما را هكي ما قررت السؤال تحا راهيت سورات من قبل واستفادت من قبل دونك هي كي دارت خرشت لها مرفوض لو كان جتي ما كيش مسورية وما كيش ما استفدتيش من قبل هنا كون كي دربتي في دخلتي تسجلي في منصة في منصة التسجيل ولا المنصة الرقمية من حتى البيطالة لو كان اراها مقبلوك دونك هنا حاجة حبيت انوطع لها انو فرق بين واحدة تكون سجلت من قبل في منصة الرقمية من حتى البيطالة وكانت تسلم منحة الأب وترفضت ومن بعد كي تسجلت تقبلت وفرق بين واحدة كانت دجا مستفادة من قبل تسورات من قبل وفي نفس الوقت الثاني اشتات انها تستفاد من منحة الأب دونك هنا ما راحاش تدي منحة البيطالة على بيس كراهم شافوك باللي اراكي استفدتي من قبل دونك دي مش طالب شغل لأول مرة هذي معلومة حبيت نوضحها نوضح ليها مام تاني حبيت نحكيه على هذا الموضوع تشارط طالب العمل لأول مرة قال كراهم اغيروا في هذا الشرط راح تقدر تستفاد من منحة البيطالة وكي اللي يدخل سجل في الرابط وتم القبول هذي ما كاش منها خلاص ونتحدى نتحدى اي واحد يقولكم باللي هذي المعلومة راحي صحيحة منها لحد الساعة مجنح تقرار مجنح تمرصوب تنفيذي الفئة الجديدة اللي تم اضافتها في شروط منحة البيطالة هي فئة اليتامة والارامل هذو كغير وين درجوهم في المنصة الرقمية البرصة ما كان حتى حاجة ما كان حتى جديد ما زادوا لا في السن يعني تاني اللي قولك باللي راح مزادوا في رفعوا في السن السن ما زالوا ما رفعوش وما زالوا ما حددوش نفس الشيء بالنسبة لي شرط طالب العمل لأول مرة كاين هذو زود الشوروط هذو زود الشوروط المهمين والأساسيين بزاف يكتبونا اسئلة بالملايين بالألاف في التعليقات يقولوا لي اتحطينا اهضريننا على شرط طالب العمل اللي أول مرة كاين اللي قولك ما هو والجديد طرف السن أسكن زادوا لما زادوش كاي اللي قلك عم زادو دونك حبيت نصارح المتابعين لكي تبرو القناة التاعي على بلهم بيا باللي أنا نجيب غير الأخبار الرسمية والأخبار الصحيحة ما كان حتى حاجة الوقت الحالي ما كان حتى تغيير ما كان حتى جديد نجوز قاعدين نحطوا فيديوهات قاعدين نشرحوا بعض الأسئلة لكي طرحوهم علينا بعض المتابعين ديرونهم فيديوهات ونجاوبوهم بصحبهم نقول لك راهم زادوا في السن ولا راهم غيروا شرط طالب العمل لأول مرة هذه ما كانش منها ما جلنا حتى قرار ما جلنا حتى مرسوم أول حاجة تكون جديدة راح يصرح بها رئيس الجمهورية راح نحكيو عليها في النشرات الإخبارية وراح يصرح بها تلي أيضا وزير العمل يوسف شرفة نظن هنا نكون وصلت المعلومة لجميع راهم تبعيني وعلى بلهم ليح وش قاعدة نحط الفيديوهات وعلى بلهم ليح حواج اللي كان نحطهم أصحى بس حل المشتركين اللي يجدد اللي زادوا دخلوا القناة نقولكم الإسئلة اللي قاعدة نحطوهم أنا ما نقدرش نجاوبك على حاجة درقهما ما زالوا ما ما زالوا ما عمتونش قرار ما زال ما صرحش رئيس الجمهورية ولا وزير العمل باللي راه أرفعو في السن ما زال ما باينش لوين لابنش لا راحين يطلعوه الخمسة واربعي سنة ولا الخمسين سنة ولا ثمانية واربعي سنة أنا ما نقدرش نجي نديلك فيديو ونطمئنك ولا نفرحك ولا نجيبلك نكتبلك أنا قادرة نديلك فيديو نكتبلك خبر مفرح رقد تمارة في السن ما بالصح حاجة مش رسمية حاجة مش صحيحة ما نقدرش أنا نرصدها في القناة تاعي للأسف سامحوني أنا نجيب غير المعلومات الصحيحة نحاول نحاول لما الأسئلة اللي يحطوهم عليها المتابعين اللي يحطوهم في التعليقات نحاول نقرأها نقدر نحاول على قدمها نقدر عفو نجيب على جميع الأسئلة وش هو نفس الأسئلة تتكرر كل يوم هنا نقول المشتركين اللي يزادوا ودخلوا القناة نقول لكم مرحبا بكم القناة سانا وان شاء الله تستفدوا منها وإي سؤال أي سؤال يهمكم وبإذن الله قناة تعنا رح أتجاوبكم بالصحبات تقولوا لي ما قادر تحكي عن لحظة جديدة قادر تحكي غير عن الأقديم رحهم غيروا في شرط السن رحهم غيروا في طالب شغل لأول مرة هنا نقول لكم اسمحوا لي ما نقدرش نجيب معلومات خاطئة خاطئة جيست باها نفرحكم وباها نهنيكم نوعدكم القناة تعنا كل ما يكون حاجة جديدة حاجة رسمية ستكون أول قناة بإذن الله ستبشركم وتفرحكم إن شاء الله في تغيير شروط من حتى البطلة هو رح كين أمل على هكين أمل منه رئيس الجمهورية رح وعد بلي رح تكون زيادة مانتني وزير العمل وتشغل يوسف شرف قال بلي كين تغييرات بإذن الله وشواء بالعقل بشوية يخي دمجوا فيها جديدة تعليتها والأرامل كانت ماشي محتوطة وراهم قاعدين يزيدوا فيها ما ما راهم قاعدين يدرسوا في شروط بين ناحية البطلة هي يعني في الأصل شروط هذي كانت تعجيزية مدرسوهاش في الأساس مع الأول أمليح كينة فيها بزاف نغمامو لازمها تبدل وبإذن الله رح ينبدلوا ولا يعدلوا في شروط من حتى البيط هنا نكونوا وضحنا الفيديو تعلن هاليوم كنت جاوبت على بعض الأسئلة نتمنى يكون أعجبكم الفيديو لا أعجبكم ما تبخلوش عليا بالضغط على الإعجاب هكذا نبحث أكثر وأكثر ونتعمق في ملحة البطالة ونحاول نجاوب على كل تعليقات وكل ما يكون قرار ولا أخبار جديدة حول ملحة البطالة تكون القناة تانا أول من تبشركم وأول من تفرحكم إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه سلام